تتواصل المواجهات المسلحة في سرواح بين قوات الجيش الوطني من جهة والميليشية من جهة اخرى فالجبهة التي تستعر فيها المعارك العنيفة منذ ايام تشهد تقدما للجيش الوطني على نحو يؤشر على اسرار الجيش للسيطرة على المديرية الاهم التي تربط مأرب بصنعها معارك الساعة الاخيرة اسفرت عن تمكن قوات الجيش الوطني وباسناد من مقاتلات التحالف العربي من عزر مديرية سرواح وفرض السيطرة على الطرق الرئيسية وقطع اخر خطوط الامداد للميليشية وفق مصادر ميدانية مقاتلات التحالف العربي بدورها شن سلسلة غارات مكثفة على مواقع الميليشية بمناطق جزامة والملتقى والصفوين التابعة لمديرية سرواح ما اسفر عن مقتل وجرح العديد من عناصر الميليشية وبموازات التقدم الذي تحرزه قوات الجيش الوطني على الارض ترأس نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن اجتماعا عسكريا بقادة المناطق العسكرية داعيا اياهم الى ضرورة رفع الجاهزية القتالية واستكمال صرف مرتبات منتسبي الجيش موسيقى